أنا عارفة بتهيألي. عارفة رأيك في الجواز إنو حد يجاوز حد أصغر منه بكتير. إيه رأيك فيه؟ لا مش عارفة رأيي ولا حاجة. طب لو معداش التلاتين بتفرق وبعد التلاتين بتفرق. لا برضو. طب وما ليه؟ أنا عايز أسمع معينك كنت قيل يا بلي كده. هو عادي إن حد يتجاوز حد أصغر منه. بس هو الفكرة لا الموضوع ما هي بتأسب السن. يعني سيدنا محمد كان متجاوز السيدة الخديجة وهي أكبر منه بكتير. فالموضوع مش بتأسب السن. وفيه ناس مشهورين متجاوزين زوجاتهم أكبر منهم بكتير. أيوة شكيرة وكتير. الموضوع اللي علاقة بالنطق العقلي. لو هو راجل ناضج عقليا حتى لو أصغر منها في السن هيعرف يحتويها. هنعرفها منين دي نكشف على فور. لازم تبقى فيه عشرة ما بينهم أو فيه سابق معرفة. في خلال المعرفة دي هتعرف إنه هو ناضج عقليا وقدر يحتويها ولا لا. بس لو هي عدة التلاتين وهو ما عدهاش. أي ما لهاش علاقة برضو. ما هو فيه ناس في العشرينيات ناضجين عقليا. وفيه ناس عندها خمسين سنة وغير ناضجة عقليا. فهم ما لما هي سابقه. فالموضوع مالوش علاقة. يتبقى الراجل لما يعدي التلاتين بيبقى أعلى. أيوة طبعا ده الغالب الأعام الأغلب سن العقل عند الرجالة الاربعين. عشان كده الأنبياء والمرسلين كانوا بيتبعثوا في سن الاربعين. عشان ده سن العقل. بالضبط كده. ولكن فيه ناس بتبقى ناضجة نفسيا قبل كده فتقدر أنها تتجوز وتحتوي ستة أكبر منها في السن. خدي بالك إنه أغلب أصلا الشباب المراهقين والشباب في العشرينات بيعجبوا بالبنات الأكبر منهم في السن. إيه ده بقى ليه كده يا أخوة. أنا قلت لك قبل كده على فكرة. هو سن التلاتينات عند الستات ده بيبقى الست فيه في قمة الأنوسة وفي نفس الوقت في قمة الأمومة. فبتعرف تحتوي نفسيا. فهو بيحب ده. يعني لو حد عنده 25 يتجوز واحد عندها 35 عادي. هو بيقى معجب ومشدود لو حد عندها 35 ده عادي. تتجوزوا؟ هي ما تتجوزوش إلا لو لقيت إنه هو عنده القدرة على إنه يحتويها نفسيا وعقليا. ساعتها تقدر تتجوزه لكن لقيته عيل منها ما ينفعش تتجوزه هي مش راح تتجوزه واحد هتربيه مش هتجيب واحد عيل يعني. طيب.